قطاع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف في البداية نشير إلى أنه بحسب مصادر أعلامية تستعد مصر لاستيراد الغاز فائق التبريد مرة أخرى هذا الصيف وبالتالي اليوم أيضا بحسب هذه المصادر مصر تقترب من الانزلاق إلى عجز في الغاز يعود سبب ذلك اليوم إلى انخفاض في نمو انتاج الغاز في مصر مع استمرار انخفاض يعني طبعا الانتاج تحديدا في حق الظهر هو الحقل الأكبر ويشكل 40% من انتاج مصر في الغاز وأيضا طبعا مع اضطراب موسم الصيف وحيث يعني يكون الاستهلاك عند الذروة من المتوقع أن تعاني مصر من أزمة انقطاع تيار الكهرباء وبالتالي هي اليوم تبدأ وتبحث عن الحلول إذا نظرنا في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي نلاحظ أنها تراجعت من 8 مليارات و400 مليون دولار بالنسبة للعام 2022 إلى مليارين و500 مليون دولار بالنسبة للعام 2023 حتى إذا نظرنا إلى واردات مصر من الغاز نشير إلى أنها تراجعت تحديدا واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى الصفر وذلك بعد بداية الحرب على غزة ولكنها عودت مؤخرا الارتفاع إلى مستويات مقبل الحرب أيضا إذا نظرنا إلى متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نلاحظ أنه بحوالي 5.9 مليارات قدم مكعب يوميا وإذا نظرنا إلى توزيع هذا الاستهلاك من الغاز نلاحظ أنه يشمل 57% من قطاع الكهرباء 25% من قطاع الصناعة 10% من البترول ومشتقات الغاز 2% من وقود السيارات و6% بالنسبة لإستهلاك الغاز في المنازل ويبقى السؤال إلى أي مدى فعلا اليوم ستتمكن مصر من تجنب أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف